كان فيه اقبال كبير من المصريين في السعودية على التصويت في الانتخابات الماضية تفسير لك دقيقة انا عايز بداية طبعا بقدم التهناء للسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاكتساح في الانتخابات الرئاسية 2024 وان شاء الله ست سنوات تكون حافلة بالانجازات لمصريين الداخل والخارج عايز اقول لحضرتك استاذ حسام المصريين في الخارج عملوا كارنفال واحتفالية تحدثت عنها العالم باكمله مصريين في الخارج لأول مرة انا شاركت في الفترتين الانتخاباتين اللي قبل كده وشرفت ان انا كنت وكيلا لسيادة الرئيس وايضا في الفترة دي المصريين في الخارج المرة دي اول مرة اشوف شباب بهذه الكمية الرهيبة اللي جات شاركت وده اندل فليدل على الوعي والثقافة عند الشباب المصري في الداخل وفي الخارج ده ليه لان المصريين في الخارج حسوا بالتحديات اللي بتواجهها مصرينا الحبيبة سواء من جميع المجالات اللي يمكن ذكروها الضيوف قبلية عشان ما قررهاش تاني وبناء عليه كان فيه مشاركة جميلة وايجابية ومشرفة للمصريين في الخارج مصريين في الخارج زي ما حضرتك تفضلت وتحديدا في المملكة العربية السعودية نقترب من 3 مليون اكبر جالية على مستوى العالم انا كنت في لجنة الرياض دي اكبر لجنة موجودة برضو في العالم سبق للانتخابات كان عندنا تمهيدات واستعدادات لهذه الانتخابات داخل مدينة الرياض وفي جميع انحاء المملكة العملية كتأسهل مرات يعني المرات الماضية احنا برضو عايزين مشاركات اكبر ونسهل عليك على الناس بره بشكلك كتأسهل اجرائيا يعني الاجراءات ما اختلفتش كتير عن المرات اللي قبلها لكن كان تنظيميا كل مرة بيكون عندنا جديد سواء من الصفارة المصرية بالرياض او القنصلية العامة بمدينة جدة الاجراءات كانت على ما يرام كان فيه دقة في الوقت والاول مرة يا استاذ حسام في تاريخ الانتخابات والاستحقاقات الدستورية للمصريين في الخارج يتم تمديد الوقت وده حصل فيه اللجنة الخاصة بمدينة الرياض تم تبديد الوقت عشان كان فيه اقبال كبير كبير جدا ولو كنا استمرين كنا ممكن نععد لتاني يوم وناس جاية بتصوت فكان احتفال جميل جدا الظاهرة كمان اللي لفتت نظري وانا مشارك في هذه الانتخابات هو وجود رابطة التشجيع النادي الاهلي ونادي الزمالك لأول مرة يشاركوا بهذه القوة بالاعلام وكان دخولهم كان دخول حاجة كده يعني مشرفة مشرفة وشفناهم في المطش التحق جدا اللي احنا كسبنا فيه كانوا برضو وجود مصري محترم اه طبعا اه طبعا فالحمد لله احنا باستمرار دائما وابدا بقول احنا خط الدفاع الاول عن مصرنا الحبيبة هما المصريين بالخارج تمثيل مشرف انا برضو عايز اهدي باقت ورد لشعب مصر العظيم في الداخل القرنفال والاحتفال انا خلصت انتخاباتي في المملكة العربية السعودية وجيت علشان اشوف المصريين في الداخل هيعملوا ايه واحنا كنا بندعوا المصريين في الداخل نقول لهم يلا يا اهلينا يا حبيبنا لازم تشاركوا بيكو لما لقوه في اربو بدأوا يعني يعرفوا انه ده المشهد هيكون متغير السنة دي كمان انتو اللي بدأتو القطير ايه الحقيقة البداية انت بقى من عندنا ايه ايه طبعا انا هسأل حالك سؤال مباشر ايه للمصريين في الخارج يحتاجوا الفترة القادمة من الرئيس احنا رضينا ست سنوات قادمة تحديات كبيرة وبعض التحديات الداخلية برضو بأثرت شوية على الجاليات برة في بعض النواحة الاقتصادية وانا عايز اتكلم معك بصراحة ايه طلباتكم ايه اللي انتو بحتاجينه في الفترة القادمة كان في بعض المبادرات زي السيارات وغيرها لكن اكيد حضرتك محمل ببعض الرسائل اكيد هو بس انا عايز اقول احنا اخدنا ايه من الدولة المصرية في الفترة الفاتة اخدناك كتير جدا على رأسها زي ما حضرتك تفضلت مبادرة السيارات تصحيح الوضع الخاص بالتجنيد الشباب المجندين ده كان ليه دور كبير اللي لم شمل الأسر لشبابنا اللي موجود ايضا الجوازات بتاعتنا وشهادات الميلاد اصبحت بتيجي في 21 يوم الاول طبعا ده رقم قياسي بالنسبة لنا في تسهيلات خاصة بالمصريين في الخارج لكن احنا